صلوا من أجل قصاوة القلوب في الآخر الأيام وبرضه بيقول بالأخص قصاوة الأب على الإبن فيعني أحيانا إحنا كأبناء قصة أبونا بنشوف أن بابا ده إنسان قاسي قلبه قاسي جدا وبيعملني بقصاوة لكن في يعني قدسك تقول له إيه يعني هل ممكن يكون فيه أب فعلا قلبه قاسي جدا على أولاده بالشكل ده هو الحقيقة أن الحاجات البشرية كلها ساعات أحيانا تكون نتاج برضو بابا يعني ساعات إحنا نشوف واحد بيعامل أولاده مش كويس أو بيعامل زوجته مش كويس فاسأله هو بابا كان بيعمل معك وكده يقول لي آه إذن ساعات هي نتاج أصلا أسرة توارثة هذا التعامل الشديد أو السيء أو القصوة ويعتقد أحيانا الأب أنه هو بالطريقة دي بيقوم ابنه وأنه أنا عايز مصلحته وأنا عايز يطلع أحسن واحد فأنا بقص عليه عشان كده ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة وأهم حاجة أنه أنا أزرع فيه الحب الإلهي والأب ده نموذج للسيد المسيح فالأب لازم يعامل ابنه زي ما السيد المسيح بيعاملنا وزي ما هيعمل الأب ده فكل واحد يرجع برضو الأب القاسي لربنا هتحب أنه ربنا عاملك بهذه القساوة؟ ممتازة